نحن مسلمين رتا أنه اللي صار جولي وأنها انتهت على مضد دون إنجازات حقيقية لمعالجة الأسباب ومعالجة الأسباب أعقد من قدرتنا جميعا لأنه ملف المخيمات الفلسطينية ملف مؤجل ربطا بوقائع إقليمي لذلك إمكانية العودة للإنفجار بعين الحلو برأيي احتمال وارد لكن في توازنات حاكمة لن تسمح بخروج النيران أبعد من حدود المخيم لذلك شو ما صار ما رح يطرتش أكتر مع الطريق الساحلية تفلت لقنبلة من هون أكتر من هيك ما حدا يتوهمه إيضا الأمر وبالتالي التعاون بين الدولة وبين الفصائل ضمن الأطر المرعية الإجراء هو السبيل الوحيد المتاح أما أنه يطلع إرهاب من داخل المخيم وينتشر وكذا هذا أمر ما بيصير أولا لأنه قدرت الضبط اللبناني كبيري لأنه تعاون الفصائل أساسي ولأنه هن الإرهابيين معزولين داخل محلات معينة وتحديدا مخيم الطوارئ كما هون في ملاحظة تانية أنه في قوى أو مراكز قوى داخل حركة فتح بيت عجنب ما تدخلت منهم اللينو لقاعد بحي الصفصاف ومنهم منير المأدح ومنهم يعني قوى تانية مؤثرة لذلك أي جولة تانية هدفها بيكون إعادة التوازن لما قبل الجولة يعني حضرتك لا تخشى من المشهد الأمني لا بعين الحلوة ولا بغير عين الحلوة جهاز أمني لبناني حية وما ناموا يجيهم معلومات عن ثلاثة بمخيم شتيلة تنين بمخيم نهر البارد وعن عبور الذي أدار خليتي السيد زينب عليها السلام هيدا لقتل وكب حاله هو المسؤول عن إدارة تفجيري السيد زينب واحد راح فيه جرحى إيرانيين وراحد راح فيه خمس أو ست ضحايا هيدا بقي متابع بكل حركته حينما عبره خلصة تبهي إلى لبنان وأخيرا تم ضبطه بحي السلم الغريب أنه المبنى اللي يضبط فيه علوه سبعة واطئ عادة بحي السلم ما فيه بنايات عالي هاك لكن يبدو أنه كان لا يزال في حالة تخفي ولم يكن قد وصل بعض حتى إلى حالة حركة وبدء ربط وقائع أمنية جديدة لكن بالأخير عيلته معتقلة وبرأيي أنا التحقيق يجب أن يصل إلى كاشف ما بقي غامضا بما صار قضية عيدا دكتور أختم معك أول ما أنتقل إلى الملف الأخير هو ملف التدقيق المالي الجنائي والتحيقات المستمرة بهذا المجال بعد عندي السؤال يعني اللي بيطلع شوي على المشهد بالمنطقة اللي عم بيروح إلى كنا قبل عم نحكي بانفراجات هلأ رجعنا نحكي إلى تشدد أكتر وتأزم أكتر بأكتر من صعيد اللي بيطلع على الداخل السوري مظاهرات السويدة واللي عم بيصير بالسويدة مش تفصيل بهيدا اللحظة بالإضافة لكل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والانهيار الإضافة بالساحة السورية هيدا كله ونحنا بعدنا متأملين بانفراج بالساحة اللبنانية ممكن يصير؟ يعني على الأقل نحنا عم نتجيوز قطوع تلوقطوع للأمان اللي صار بالكحالة ما أنه حادث أمني ريدا اللي صار بالكحالة هو حادث عرضي تحول بتحريض المحردين إلى حادث أمني وانتبهي متل ما العالم بعد ناطرة أنت تأجي التحقيق باللي صار بالطيونة حيث سقط سبع ضهايا كمان الناس ناطرة دم اللي سقطه بالكحالة اتنين لأنه أنا برأيي فيه مظلومية وقعت على الجميع هلأ يمكن الشهيد أحمد أصاص ظلم مظلومية خاصة لأنه أصلا هو نزل جبر رافع وطلع وما كان فيه إرادة قتال أنا فيه شهادي لأسعد الشفتري على باب كنيست الكحالة مدتها دقيقة سمعت على أحد المواقع وهو عبر بهاي شهادي أنه أنا صديق شخصي لفادي بالجاني وأنه العالم ساعتين بقيت حد الشيحني عم تحكي مع بعضا وما فيه توتر ولا فيه سلاح ولا فيه شي بيقول فيه شي صار سألته شولي صار قال لأ أنا ما بدي أحكي خلي غيري شولي صار أنا أريدت عم بحث حط هيدا المعطة لأقول أنه العالم ناطرة نتائج التحقيق وأنه حزب الله بادر بادر لإخضاع عناصره عند الجيش للتحقيق من قبل مدرية المخابرات قبل ما الأربع المطلوبين كشهود بين مزدوجين من الكحالي يجوا وهون أنا برأيي مطلوب ألا يصل تحقيق الكحالي إلى ما وصل إليه تحقيق الطيوب طيب دكتور معلاش معوضين عليك بجرقتك وصراحتك واضح أنه عم تقول حضرتك فيه شي صار وواضح أنه هيدا الإشكال ما بلش أو هيدا هيك الوضع المقلقز ما صار إلا من بعد ما تصرب خبر أنه هذه الشاحنة فيها السلاح وهي تابعة لحزب الله معروف بكرة بتبين إذا أعلنوا نتائج التحقيق بتبين بس معلاش يعني ما هو فيه الجهتين بس يعرفوش فيها الشاحنة لأنه لإلك لاب لما الأمر أشير إليه بالبنام مش بس عبر محطة بعينها سميت بالمحطة الخبيثة لكن كمان في حدا وصل هلأ حتى نحن ما نظن وما نستبق الأمور وما نحرص عنه أنا حكايت قبل هلأ عن سلك أمني طولة تسريب هذا الأمر واللي بيعرف بلغة الأسلاك سهل يفك فيك اتنين اتنين وهون بكل أسف العالم بدأ الكحالي كوع في عالم بدأ الكحالي كوع نحن بنى الكحالي مثل ما بنعرفها بلد وطنية ضمن نسيج واسع مترابط مع بعض والبعض وهي دا النسيج بالمتن الجنوبي ساحلا وجبلا كان له دوره بلحظات وطنية مؤثرة ولم يزل عرفت ايه ونحن دم فادي بجاني ما أغنى المسيرة بالعكس هيدا دم مظلوم مثل ما دم أحمد قصاص مظلوم لكن الجريء اللي بيطلعوا بيقول هيك مش بيطلع بيعمل مؤتمر صحفي بقلب مكتب حزبه بقلب الكحالي ليذكي نيران الفتنة ويستسمر أكثر بهذه النيران هون موقف الكبار بتشوفيه وبتوزنيه بدي أختم معك بملف التقرير الأولي للتديق المالي الجنائي صدر هذا التقرير تحرك مدة عام التمييز غسانة عوائدات وجزأه وكل جزء بعته إلى جهة معنية بخطوة قرأ فيها كتار أنه هذه خطوة لتمييع هذا الملف بالموازات يعني ما بعرف بهذا البلد بعدنا عم نسمع لليوم أنه رياض سلامة حاكم مصر في لبنان السابق لم يتبلغ ما عثرت عليه ما عثرت عليه بعد تبلغه بجلسة 29 الشهر المرتقبة هلأ هون في ثلاث ملاحظات يجب إيراد أنه أخيرا التقرير أصبح متاحا ومعلن وبين أيدي الجميع وكل واحد فيه يقرأ ويبني عليه أنا بدي أسأل ثلاث أسئلة غير بريلة أول سؤال لماذا نشر التقرير بعد انتهاء ولاية رياض سلامة بالحاكمية واحد اثنين الأمريكان لش دخلوا على الخط وأخذوا عقوبات على رياض سلامة بعد انتهاء ولايته كيف 30 سنة إلو بالحاكمية وهو معروف أنه أمريكا ماسك البلد بأداتين كبيرتين أدات مالية وأدات عسكرية وبالتالي هي مش مهتمة إلا من خلال هذا الإطباط لا شو قراءتك البعض اعتبر أنه هذه نهاية عملاء أمريكا هلأ إذا أنت بدك تقري عبر وتستخلصي وتتشفي فيك تقولي هيك لكن فيك تقولي أنه أمريكا أنت كمراقبة أنا وياكي درجتنا مواطنين وأنا برأيي هي أعلى رتبة ممكن يفتخر فيها الإنسان عكدفه لا لأب مدعى ولا الدنيا بالعكس انتماء لوطن نحسن الدفاع عنه هذا أكبر شرف لإلنا أنا وياكي عم نقرأ كمواطنين أمريكا لأنه لا تريد أن تركب بمركب اتهام رياض سلامي إلا بعد انتهاء دوره الوظيفة بالنسبة لإله وبالتالي فعلا للأسف أمريكا هكذا تتعاطى مع من يفترض أنهم ساعدوها على تنفيذ سياساتها هلأ أنا ما بدي إجزم أنه رياض سلامي عمل له كل شيء بديه لأمريكا يمكن فيه مآخذ كثير حطته علىه بمرحلة معينة وصفت حساباته معه فيها لكن بموضوع التقرير الجنائي على القضاء فعلا إذا كان لا يزال موجود أن يثبت أهليته للتعاطي مع ما هو متاح من معلومات بعدين هل صحيح أنه رياض سلامي سجل يو اس بي وحط فيها كل الحقائق التاريخية اللي بيملكها عما صار حياته الطويل على رأس الحاكمية أنا برأيي هذه عقلية بعالم يمكن أنا وياكم نجهله بس هن اللي بيتعاطوا بهذا العالم وسائل التعاطي فيه يمكن هذه وسيلة مؤثرة لحماية النفس بالمنطق المافيوي للأمور يعني لن يو ما سبريات سلامي بستبعد بستبعد لأنه بالأخير ما كان للنهاية أن تكون على هذا الشكل إلا إذا كان فيه ضمانات غير مرئية بأن لا يمس به لذلك هذا مسلسل تشويئي طويل لن نصل به إلى النتيجة المرجوة لأنه هكذا نوع من العوالم والشخصيات لا تنتهي بالكشف على الحال تقرير المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان يفتح باب المحاسبة ولا برأيك خلص يعني هلأ كله اليوم مثلا شفنا إخبارات للقوات اللبنانية أكتر من جهها تتحرك بوقت يعني هايدي ما فيها مبالغة القول من هو أب التدقيق المال الجنائي واللي هو الرئيس العماد من شرعون هايدي هلأ كلها عرضات يعني عم نشوفها من الأفريقاء إلى آخرين ولا فعلا من روح فيها لمطرح نحكي فيها عن محاسبة بهذا البلد أنا بتمنى كمواطن أنه نكون أمام مفترق يفرض علينا هايذا التقرير فيه أن نذهب إلى حياتنا العملية وتريق التعاطينا مع الدولة ومع المؤسسات بنموذج وعاقل مختلف لكن لأنه بعدنا بذروة الدولة العميئة الحاكمة بالبلد ما حدا يعني يتفاجأ أنه راح نشوف مسلسل فولكلوري كل واحد فيه بيجرب يقدم حاله نبي أما أنه ننتظر مثلا من هذا القضاء خليني عمم لأول مرة علما أنه فيه قضاء مش منح بس يفترض أنه فيه قضاء هل يفترض بهذا القضاء بعد كل المحطات اللي ما رأنا فيها أنه يلبس عن جد ثوب هؤذي أصحاب الأياد البيضاء تعون إيطاليا مثلا ويقرروا فعلا يقلموا للشعب اللبناني نموذج يخلينا نشعر أنه فيه مستقبل لأولادنا بهذا البلد أنا بتمنى وعبر أثيرك على الملأ كائنا من كان الذي ستطاله التهمة لكن هذا لبنان بكل أسف